ما هو البيشوت أو حقن البلازمة من الجيل الثاني المركز بعوامل النمو والذي يعد أحد أفضل العلاجات غير الجراحية لضعف الانتصاب يمكننا القول هو علاج غير جراحي يتم خلاله أخذ البلازمة من الجيل الثاني المركز بعوامل النمو من دمك وحقنها في قضيبك لتعزيز نمو الأنسجة، الأوعية وشعيرات الدموية مما يمنحك انتصابا أفضل إذن ما هي البلازمة من الجيل الثاني المركز بعوامل النمو البلازمة هي الجزء السائل من الدم تتكون بشكل كبير من الماء والبروتينات وتوفر وسيطا لخلايا الدم الحمراء وخلايا الدم البيضاء والصفائح الدموية للدوران في الجسم وتعزز الشفاء عند حقنها بعد استخلاصها في الأماكن المصابة لأنها تحتوي على بروتينات مثل تدعم نمو الخلايا لتشكيل أوعية وشعيرات دموية جديدة وتعزز شفاء الأوعية والشعيرات الدموية المتضررة كيف تتم عملية استخلاص البلازمة من الدم؟ الخطوة الأولى يسحب الدم من ذراعك ويوضع بجهاز الطرد المركزي آلة تدور بسرعة لفصل السوائل ذات الكثافة العالية الخطوة الثانية بعد حوالي عشر إلى خمسة عشر دقيقة ينقسم الدم إلى ثلاث طبقات وهي البلازمة من الجيل الثاني المركز بعوامل النمو البلازمة فقيرة الصفائح الدموية خلايا الدم الحمراء الخطوة الثالثة يتم سحب البلازمة الغنية بالصفائح الدموية في محقنة إبرة ثم يتم حقنها في أماكن محددة في العضو الذكري تعرف فوائد حقن البلازمة الغنية بالصفائح الدموية في العضو الذكري بي أولاً زيادة تدفق الدم ثانياً إصلاح الاستجابة في الأنسجة والخلايا ثالثاً يتم إنشاء مسارات عصبية جديدة عالجنا في ماجيكالي كلينيك خلال ثلاث سنوات أكثر من 1500 حالة ضعف انتصاب بنتائج أرضت عملاءنا وأكسبت نافقتهم ترجمة نانسي قنقر